المرشحون الذين يدعون إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي تعترضهم مشكلات التبادل التجاري الضخم بين فرنسا ودول الاتحاد في حل فرنكسيت أسوة بخروج بريطانيا تعد ألمانيا أبرز شريك اقتصادي لفرنسا تليها إسبانيا 16% من صادرات الفرنسية تذهب إلى ألمانيا و7% من الصادرات الفرنسية تذهب إلى الثانية أما إسبانيا فتصدر 16% إلى فرنسا لتشكل الأخير الشريك التجاري الأول لها دول بلجيكا ألمانيا إيطاليا مالطا والبرتغال تعتبر الشريك التجاري الثاني لفرنسا فتستورد فرنسا 15% من الصادرات البلجيكية و9% من الصادرات الألمانية و10% من الصادرات الإيطالية ونسبة مماثلة من الصادرات المالطية فرنسا هي الشريك التجاري الثالث من حيث الأهمية لكل من لوكسنبورغ ورومانيا تستقبل 17% من صادرات لوكسنبورغ و7% من رومانيا تصدر فرنسا 59% من صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي وهذا ما يجعل الاتحاد الشريك التجاري الأكبر لفرنسا الاتحاد الأوروبي مشاهدين يحذر من إمكانية خروج فرنسا وألمانيا ترى دعوات بعض المرشحين مصوبة عليها رئيس البنك المركزي الفرنسي فرونسوا بيليروي ديجالو أكد أن هذه الخطوة ستكلف فرنسا أكثر من 30 مليار يورو سنويا كفوائد ديون إضافية في المقابل يتأثر الاتحاد الأوروبي بالتدعيات السلبية فصاحبة الاقتصاد الخامس الأقوى في العالم تساهم بنحو 17% من ميزانيته إذا خرجت منه وهي تأتي في المركز الثاني خلف ألمانيا التي تسهم بنحو 21% ترجمة نانسي قنقر